الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله أما بعد هذا رد على الإباضي المدعو مزعود مقبالي من سلطنة عمان من الطائفة والفرق الإباضية والإباضية هم طائفة من طائف أهل البدع والضلال يقولون بخلق القرآن وأيضا يكفرون مرتكب الكبيرة وهم خوارج خلص حتى إنهم الإباضية الموجودون الآن يمدحون الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة النهروان ولباضي الموجودين الآن في سلطنة عمان منهم من يلقب نفسه بالنهرواني أو يقولون نحن النهروانيون ومن أراد أن يتأكد فليرجع إلى اليوتيوب عندهم قناة أيضا تسمى بالنهروانيين أو النهروانيون كما سميت وكذلك صوفية وكذلك هم جهمية ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ويكفرون علي بن أبي طالب ويتبرؤون منه ويكفرون عثمان بن عفان ويسبونه ويلعنونه ويشتمونه وكذلك هم مع تكفيرهم لعلي بن أبي طالب الذي تؤله الرافضة الشيعة هم لهم علاقات وطيضة مع الرافضة الشيعة الذين يؤلهون عليا فالإباضية يكفرون عليا ابن أبي طالب والرافضة يؤلهونه يغلون فيه إلى أن يجعلوه إلها مع الله سبحانه وتعالى ولكن الطائفتين لهم علاقات وطيضة وهذا من تناقض أهل البدع كما قال العلماء كنت قد رددت على الداعية السفيه المدعو وسيم يوسف الذي يغازل البنات على القنوات الفضائية ويفتي بفتاوى ما أنزل الله بها من سلطان في دين الإسلام ويفسد الدين ويفسد الإيمان على الناس فرددت على وسيم في مسألة أن سائل سألته من المغرب أنه تقدم إليها رجل إباضي فهل تقبله أم لا فقال له إقبليه فإن الإباضية إخواننا فقمت قد رددت عليه وأتيت ببعض الأباطيل الإباضية فما كان من هذا المدعو مزعود مقبال الإباضي إلا أن كذب كلامي وكذب علي وكذب على المسلمين وكذب على الإسلام في نقاط عدة كنت قد ذكرتها أولا ذكرت أن الإباضية يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويتبرؤون منه فجاء هذا الإباضي الضال المضل فكذبني في هذا الكلام وبيّن أنهم لا يكفرون علي بن أبي طالب وأنا قد أتيت بالمستندات القوية جدا من أعظم مراجع الإباضية على وجه الأرض في العالم كله هذا المرجع مرجع عندهم يسمى السير والجوابات لأئمة عمان الجزء الثاني طبعا سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة هذا هو الكتاب الجزء الثاني في الصفحة رقم 307 يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه تكفيرا واضحا ويمدحون من قتله وهو عبد الرحمن بن ملجم فقالوا قالت الإباضية صفحة 307 بعد أن ذكروا كلاما طويلا قالوا فهذا دليل على كفر علي وضلاله وصواب أهل النهروان الذين هم الخواري وصواب أهل النهروان وعدلهم ثم إن عليا طبعا نحن كمسلمين نقول رضي الله عنه ثم إن عليا خلعه الحكمان فلم يرضى أو فلم يرضى حكمهما وفرق الله أمره فقتله عبد الرحمن بن ملجم غضبا لله وكان ذلك منه حلالا لقتله الذين يأمرون بالقصط من الناس فرحم الله عبد الرحمن قال له ابن ملجم الملعون عليه لعنة الله اليوم القيامة هؤلاء يترحمون عليه وبالمقابل يكفرون علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون إن قتله كان حلالا له هذا هو الكلام بالنص يكذبه هذا الرجل الذي يشبه فرس النهر يكذبني في هذا الكلام وهذا أعظم كتاب للإباضية وهو كتاب السير والجوابات لأئمة وعلماء عمان طبعت وزارة التراث القومي سلتنت عمان ومن أعظم الكتب وأشهر الكتب للإباضية أما عقيدتنا في علي ابن أبي طالب نحن كمسلمين هو رابع الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته بل وصفهم بالراشدين والمهديين وبخلفائه من بعده صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وأيضا في صيح البخاري زكى النبي صلى الله عليه وسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه تزكية تمناها جميع الصحابة الذين حضروا ذلك المجلس فقال عليه الصلاة والسلام في خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها فلما أصبحوا قال أين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام إلى آخر الحديث فوالله لئي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حموري النعم وعلي ابن أبي طالب هو الذي زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها زوجها لعلي وهي أحب أبناء النبي عليه الصلاة والسلام له رضي الله عنها وأرضاها فاختار علي وزوجها لعلي فهؤلاء يطعنون في علي ويطعنون ضمنا في تزويج النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة ابنته رضي الله عنها وأرضاها لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه إذن تبين من هذا الكلام أن الإباضية لهم عقاية كفرية حيث أنهم يكفرون رابع الخلفاء الراشدين المهديين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعقيدة الإباضية عقيدة فاسدة لا يجوز الزواج منهم ولا تزويجهم وعقيدة منحرفة ليس لها علاقة بدين النبي عليه الصلاة والسلام